بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم مشاهدي الأعزاء في فيديو جديد فيديو سأتكلم فيه عن المنتخب كما سأبدأه بأخبار المحترفين ابقوا معنا وتابعوا للنهاية نبدأ عدد اليوم ببعض أخبار محترفين وستكون مختصرة كالعادة والبداية في أخبار محترفين ستكون بياسر العروسي والذي صار دوليا جزائريا العروسي لمن لا يعلم هو مصاب حاليا بعد خروجه في لقاء الجولة الماضية تقارير إنجليزية كشفت أن إصابة ياسر ليست خطيرة الجزائري وبنسبة كبيرة جدا سيكون حاضرا في لقاء الاستئناف بعد نهاية فترة التوقف الدولي لكن حتى لو لم يتح له ذلك فإننا قد نراه في اللقاء الذي سيليه وهو ما سيعني أنه سيكون متاحا لاستدعائه في التربص المقبل على العموم رأيي في العروسي سيكون في نهاية الفيديو مع الإصابة دائما تقارير إيطالية كشفت اليوم أن إصابة الدولة الجزائرية حسام عوار تتعافى بشكل تدريجي حسام ولغاية اليوم لم يعد للتدريبات بل خاض فقط حصة في قاعد تقوية العضلات مع المحاضر البدني لكن في مقابل ذلك المصدر نفسه كشف أن مورينيو ينتظر عودة عوار مع بداية الأسبوع المقبل ما يعني أنه ربما يكون حاضرا في تدريبات روما بداية من يوم الاثنين المقبل حصة الاستناف وهو أمر سيعني بكل تأكيد تواجده في أول لقاء بعد فترة التوقف الدولي ننتظر ونرى قدم نادي بريشيا الإيطالي الناشط في الدرج الثاني السيريبي لاعبه الجزائر الجديد محمد سليم فارس فارس وكما تشاهدون سيحمل القميس رقم ستة وسيحاول العودة لسابق عهده مع التألق من بوابة ناديه الجديد خاصة المستوى الذي قدمه قبل الإصابة الأولى قبل ثلاث سنوات ولما لا نرع في المنتخب مرة أخرى فارس وفي الندوة الصعفية أثناء تقديمه وعند حديثه عن أهدفه الجديدة قال بوضوح أنه يستهدف العودة للمنتخب الوطني محمد سليم فارس قال أنه كان دائما التواجد مع الخضر قبل إصابته الأولى كما قال أنه يرغب وبشدة في التواجد في التحدي الأكبر وهو كأس إفريقيا بعد أربعة أشهر بالتوفيق لفارس ولما لا نراه مع الخضر من يدري أدل الدولي الجزائري ولعب نادي للجديد نبيل بن طالب بتصريحات من نوعية الأسئلة السريعة بن طالب عبر عن سعادته الكبيرة بالعودة كما تكلم عن طقوسه قبل المباريات وما يحب أثناء اللعب وطبقه المفضل وأشياء كثيرة من هذا النوع ما يهمنا في تصريحات نبيل ما أتى فيه على ذكر الجزائر حيث سئل عن الوجه التي يحب أن يسافر إليها واختار الجزائر وحين طلبينه اختيار وجه محددة في الجزائر اختار مستغانم لا أعلم لكن هل بن طالب من أصول مستغانمية صراحة لا أعلم بدقة من يعرف يذكر في التعليقات بن طالب سئل أيضا عن اللاعبين الذين يعرفهم في ليل وهنا أختار ثلاث لاعبين حكيم ويقصد حكيم سداد كآدم ويقصد آدم الناس وهشام ويقصد هشام فرح وكلهم جزائريون بن طالب يمشي فقط مع أولاد بلاده على ما يبدو في الأخير سئل بن طالب عن أهم ذكرى في مشواره واختار التأهل لكأس العالم بالرغم من أنه لم يشارك في التأهل لكأس العالم 2014 بن طالب يقصد المشاركة في كأس العالم وليس التأهل له بكل تأكيد قبل الانتقال للحديث عن المنتخب لا ظاير أن نعرج على أخبار المنتخب الخاص المنتخب السينيغالي وأهم خبر على الإطلاق هي الإصابة التي تعرض لها نجم الهجوم ولاعب سلام نتانا بولايدية تقارير سينيغالية كشفت اليوم أن بولايدية لن يكون قادرا ربما على المشاركة ضد الجزائر وربما يكون قد غادر التربص أصلا بشكل كامل الخبر سيكون رائع جدا للكتيبة الجزائرية خاصة مع حالة الضعف التي نعانيها ولو أنه يبقى الحذر واجب لأن السينيغال تضم كتيبة رهيبة من المهاجمين والكثيرون قادرون على تعويض بولايدية لم أشأ وضع عدد يوم أمس أولا لذيق الوقت وثانيا لأنني كنت أعلم أن ردة الفعل ربما ستكون عنيفة سواء ضد بلماضي وبعض اللاعبين أو ضد من سينتقد بلماضي وبعض اللاعبين كما أن الفوضى كانت كبيرة في اليوتيوب وفي مختلف مواقع التواصل الاجتماعي تحليلا وتمحيصا في أداء الخضر لذلك قررت ترك العدد لليوم لأن التفكير يكون منطقي أكثر قد أفجعكم إذا قلت لكم أن المستوى لم يكن سيئا كثيرا خاصة في الشوط الثاني صناعة اللاعب في الشوط الأول كانت ضعيفة ولم نخلق سوى فرصتين والأسوأ أن الخضر لم يضع أي كرة مؤترة وهي كارثة ولا أحد سيختلف خاصة أننا واجهنا منتخب ضعيف لكن في مقابل ذلك في الشوط الثاني قدمنا مستوى أكثر من ممتنين سيطر على الوسط لكن المشكلة كانت في الإنهاء فقط صناعة اللعب ممتازة توزيع الكرة كان ممتاز الضغط كان رائع كل شيء كان مثالي لكن المشكلة فقط كانت في الإنهاء صحيح أنها مشكلة كبيرة لكن ذلك لا يغطي على الإيجابيات بحسب رأيي بالماضي بين الشوطين وجد الحلول للأخطاء التي ارتكبها في الشوط الأول لكنه عاد وكسر كل حلوله حين قام بتغيير بعض اللاعبين في عز تألقهم قد يقول البعض أن الأمر غير مهم والتجريب أهم لكن ما الداعي لسحب لاعب مثل بوعناني يحتاج للمشاركة وهو متألق وتمنح الفرصة للاعب شبعان مشاركات مثل محرز قادري وعبدالي نفس الشيء أعتقد أن بالماضي أخطأ في هذا الجزء وعلى عكس السابق أيضا سأبدأ باختيار أحسن ثلاث لعبين وأسوأ ثلاث لعبين وأبدأ بالأسوأ سأختار ثلاث لعبين لكن هذا لا يعني أنهم كانوا كارثيين لأنني كما قلت في المقدمة المستوى في الشوط الثاني كان ممتاز وسأختار على الشوط الأول بصورة أكبر والبداية بأيمن محيوس محيوس للأسف كان سيء في التمركز ولا يتحرك بتاتا لا داخل المنطقة ولا خارجها فرصة إشراكه أساسيا كانت ذهبية وكان عليه استغلالها خاصة أننا نلعب على أرضنا وأمام جامهيرنا وضد منتخب متواضع لكنه لم يستغلها على العموم أتوقع أن يشارك ضد ستينيغال أيضا نظرا لعدم جاهزية بونجاح ثاني أسوأ لاعب سأضع لاعبين وهما زورغان وغايتون هذا الثناء كان سيء في الشوط الأول لا تمرير صحيح لا ضغط لا مساندة هجومية ولو أن زورغان كان أقوى من هذا الجانب قليلا من غايتون في الشوط الثاني تحسن مستواهما خاصة زورغان الذي تحول في بعض ردهات للاعب ممتاز مختلف تماما حتى أنه تفوق على قادري كثيرا في بعض الردهات لكن كما قلت مستواه في الشوط الأول ساعد على وضعه ضمن الأسوأ ثالث أسوأ لاعب هو حماد عبداللي لا أعتقد أن هناك من سيختلف معي أيضا عبداللي قدم الشوط أول كارثي كان مختف تماما في المرات التي ظهر فيها ظهر فقط ليضيع الكرات في الشوط الثاني ومع تقدمه للأمام قليلا تحسن مستواه لكن ما يعاب عليه الإنهاء أتيحت له ثلاث فرص ليسجل ويكون نجم اللقاع لكنه لم يفعل للأسف سوء مستواه في الشوط الأول وسوء إنهائه في الشوط الثاني جعلني أخطاره ضمن الأسوأ بخصوص الأحسن لا أعتقد أنه سيكون هناك اختلاف كبير قادري يمكن وضعه ثالث أحسن لاعب من جانب المنتخب لديه قدرة رهيبة على الاحتفاظ بالكرة وبناء اللعب مشكلته ضدت أنصانيا عدم خلق الفرص في هذا يمكن أن يكون المذنب هو الخط الأمامي لكن لاعبي جيمنو أتمنى منحه فرص أكثر مستقبلا ثاني أحسن لاعب بحسب وجهة نظري هو لاعب نيس بدر الدين بوعناني رغم أن المجموعة التي كانت معه لا تساعد إلا أنه كان ممتاز بالاختراق فنيا لاعب ممتاز كما أنه صنع الكثير من الفرص التي لم تستغل للأسف خروجه كما قلت سابقا نقطة سوداء لو تاركه بالماضي كان أحسن له وللمنتخب أحسن لاعب بالنسبة لي كان ريان أيت نوري أعرف أن الكل يريد رؤيته من الجانب الدفاعي وهو أمر سنراه عفوا ضد المنتخب السينيكالي إن شاء الله لكنه لاعب أثبت أنه ممتاز في الاختراق فنيا أيضا ممتاز رغم أنه مدافع لديه حلول رائعة في حال تكتل الدفاعي سنراه أكثر مستقبلا وسنحكم إن كان جيدا كفاية ليكون أساسيا في الكان أم لا لعب آخر مثل شيبي شخصيا لم يعجبني لا أعلم ماذا ستقولون بخصوصه لكن مستواه كان متوسط لأبعاد الحدود لم يشارك في مركزه الأصلي بالمناسبة وهو ما أدى ربما لعدم ظهره بوجه طيب توغاي وماندي لم يختبر كثيرا خاصة في الشوطة الثاني كانوا فرحة تما لا يمكن أن نقول أنهم كانوا ممتازين أو سيئين المدافعين أو المدافعون على العموم يختبرون حين يكونوا فريقهم تحت الضغط لهذا سننتظر لغاية لقاء السينيغال وقتها أنا متأكد أنه سيكون هناك مدافع إما ضمن الأحسن على الإطلاق في حال قدمنا مستوى كبير أو الأسوأ على الإطلاق في حال العكس حارس المرمى أنتوني موندريا نقول عنه ما نقول عن ماندي وتوغاي لم يختبر كثيرا ممكن أن هناك فرصة واحدة من تزديد قوية كانت على مرمى غير ذلك لم يختبر ملاحظة فقط لا أعلم إن كنتم لاحظتمها وتتفقون معي أم لا موندريا سيئ جدا في الخروج في الرقنيات والمخالفات لا أعلم لكنني لاحظت ذلك بخصوص البودلة لم أرى أي تأثير إيجابي للاعبين مثل محرز وبالرحمة وعمورة وبودوي على النقيف من ذلك رأيت أن المنتخب توقف تماما عن بناء اللعب والضغط العالي منذ بداية التغييرات لا يمكن أن نلوم لاعب ما على وقت قليل لعبة لكن في مقابل ذلك لا يمكن أن نقول أنهم صنعوا الفارق لاعبين مثل بودوي وبالرحمة دخولهم أصلا كان سلبي بحسب وجهة نظري حتى محرز وبوعناني كان أنشط منه أختم هذه الجزئية بالقول أن ننتقادهم فيه نوع من الظلم لكن لا يمكن أبدا الثناء عليهم قبل أن نهي العدد نتطرق لبعض النقاط في تصريحات بالماضي الأكيد أنكم سمعتم كلكم التصريحات والتعليقات لذلك لن نعود إليها بل سنتطرق فقط لنقطتين مهمتين الأولى هي ياسر العروسي لعب شيفيلد يونايتد وبحسب تصريحات بالماضي صار متاحا ويمكن أن يكون فيه أي تربص مستقبلا مع الخضر بحسب رأيه العروسي لغاية الآن لا يوجد له أي مكان مع المنتخب أي تنوري وبن سبعيني سيشغلان هذا المركز وهما أحسن منه بكثير حتى توبة يمكنه اللاعب في هذا المركز هناك أيضا حاجم حاجم ورغم أنه لا يلعى في نونت ورغم أنه لم يقدم لغاية الآن المستوى الكبير مع المنتخب إلا أنني متيقن أنه سينفجر هو لاعب ممتاز جدا جدا وأعرفه منذ كان في باري أفسي النقطة الثانية التي تحدثت بالماضي عنها وأردت تسليط الضوء عليها وهي إمكانية عودة عدلان قد يرى بل ماضي السؤل عن الأمر وهنا قال أنه لا يمكن أن يحكم على عودة لاعب من الآن يجب عليه أن يشارك مع فريقه وبعدها لكل حديث حديث يعني فتح أمامه باب العودة لكن بشروط الشروط يبدو أنها ستتحقق قد يرتعاقد رسميا مع شباب الوزداد اليوم وبدون شك سيشارك وسيكون أساسي فهل تعتقدون أنه سيعود حقا للخضر؟ اتركوا لي آراءكم في التعليقات لمن وصل لغاية هذه الدقيقة من الفيديو طبعا في نهاية الفيديو وهم فقط المشاهدون الأوفياء جدا إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى نلتقي خدا إن شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة